كرة اللهب والفوضى الإماراتية في اليمن تتجه شرقاً بعد إسقاط العاصمة المؤقتة عدن وإحكام السيطرة على محافظة أبيان مسقط رأس الرئيس هادي لتصل إلى شبوى أحد أهم المحافظات النفطية في البلاد منذ سيطرة القوات المدعومة من الإمارات على أبيان تواصل التحريض الإعلامي والحجد العسكري ضد قوات الشرعية والسلطة المحلية من قبل وسائل إعلام الانتقالي وناشطي ومعهم وسائل إعلام وناشطون إماراتيون محاولات إقناع لقيادة السلطة المحلية بتسليم المحافظة لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات بحجة تجنيب المحافظة الحرب والمواجهات وإخراج القوات الحكومية إلى خارج عطق مركز المدينة باءت كل مساعل انتقالي بتسليم المحافظة بالفشل لتندلع المواجهة في أطراف المدينة مواجهات بين قوات النخبة وقوات اللواء 21 التابعة للحكومة الشرعية كان سببها محاولة اقتحام مدينة عطق ما استدعى القوات الحكومية لإحباط تلك المحاولات وحماية مركز المحافظة ساعة من المهاجهة العنيفة حول مداخل عطق ومحيط الإدارة المحلية والمركز الثقافي وبالقرب من مطار عطق العسكري ومنزل المحافظ وسط تحليق مكثف لمقاتلات سعودية انتهت بفرض قوات الجيش والأمن سيطرتها على مدينة عطق التي شهدت هدوءا نسبيا وحذرا نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك أعلن توقف المعركة في عطق بعد أن خسرت قواته في أول جولة صراع مع القوات الحكومية على لسان ناطقها اتهمت الحكومة دولة الإمارات بتفجير الوضع العسكري في شبوى مؤكدة أن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف هي المسؤولة عن تفجير الوضع في المحافظة دفعت أبو ظبي بتفجير الأوضاع في شبوى بالرغم من وجود لجنة صعودية وصلت لاحتواء الأزمة الموقف الإماراتي بحسب مراقبين يشير لإحدى الفرضيتين إما خلاف في الأجندات والأهداف بين دولتي التحالف أو أن ما يحدث هو تقاسم أدوار بينهما لتحقيق أهداف المشتركة قائمة على أساس تقويض الشرعية وتقسيم البلاد